تقولون لعالمكم العربي والإسلامي انصر أخاك ظالما أو مظلوم انصره إذا كان مظلوما وخذ على يده إذا كان ظالما كم سألنا أنفسنا هل لنا سبيل في ذلك فإذا الحقيقة وإذا الأحداث التي فاجأتنا تقول لا يشهد لكم العالم بذلك قد يقال موقفكم مع الرئيس صدام في حرب الخليج ماذا عنه كيف ترون حالكم معه اليوم فنقول لمن يسألنا ردنا عليه إن الشعب العراقي الشقيق هو منا ونحن منه شركاء في السراء والضراء وخوفنا أن تحل به هزيمة تبدد شمله وتمزق وحدته إن غزو العراق الذي لا مبرر له لدولة الكويت وتحول العراق من حرب محدود إلى أخطار لا حدود لها ولا يعلم مداها غير الله سبحانه وتعالى وإلى هذه اللحظات فإن في يد الرئيس العراقي فرصة السلام وتفويت الأخطار فلا مخرج من هذه المأزق الذي حول أنظار العالم كله إلى منطقتنا غير الشجاعة الأدبية وتحكيم العقل والإصغاء إلى ندائه ونداء السلام